بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالحضور الكريم في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكل الطب جماعة سهاج وبنرحب بحضراتكم في الوركشوب المنعقدة على هامش المؤتمر برحب بحضراتكم في الوركشوب اللي هقدمها ليكم ويسعدني اقول معكم النهاردة دكتور احمد مختار ابو دهب مدرس بقسم الاشعة كلية الطب سهاج ومدرب معتمد بالمجلس الاعلى للجامعات المصرية النهاردة هدمن حضراتكم ان شاء الله الوركشوب بتاعتنا عن بيزيكس وميديكا ريسيرش بابلشينج وخيرونا نتفق ان الوركشوب بتاعتنا هتكون مش معتمدة على القواعد المنتظمة او القواعد السابتة بتاعت المستولوجي لكن هي محاولة لتبسيط كيفية نشرك لبيبر باسلوب مبسط ان شاء الله تعالوا نبصوا مع بعض على الصورة دي ايه رأي حضرتكم عندنا فيلا او قصر العهد القادم او المستقبل فضائي وبيت بسيط مبني في غابة هل فيه تشابه وفيه اوجه شبه او حاجات مشتركة مبين الاتنين في الحقيقة ايوة اي بيت مهما كان بيكون مبني من طوب من حوائط بيكون ببان شبه بيك اضاءة تهوية مهما كانت الاختلاف الكبير في الشكل بتاع المنتج او البيت اللي قدامنا لكن فيه حاجات مشتركة وكذلك البحث العلمي اي بحث انت هتنشره ان شاء الله بدءا من كونك لسه طبيب مقيم بينشر بحث عشان الحصول على الماجستير او انك باحث او استاذ او عالم ان شاء الله فيه structures in every article كل بحث من دول فيه structures سبتة في البحث كلها بحط ايدي عليها وبعرفها وبطور مهاراتي مع الوقت ال structures دي هيك الاتي رقم واحد التايتل اي بحث بنشره دي عنوان مفيش بحث من غير عنوان اول حاجة في اي بحث انا بعمله او بنشره او بشارك فيه بيكون التايتل او العنوان ده رقم واحد والتايتل المفروض يكون concise مركز واضح بيدل على مضمون البحث لهو قصير خالص بشكل مبطور ولا هو طويل جدا بما يتعارض مع كونه عنوان البحث ده اول حاجة في ال structure المشتركة من الابحث رقم اتنين الاوثر او الاوثرز المؤلفين اي بحث في حد بيعمله ممكن يكون اوثر واحد ممكن يكونوا مجموعة من المؤلفين بعد كده الاوثرز دول بيكون لهم affiliation affiliation اللي هي الانتماء يعني انت تابع لمؤسسة ايه؟ كل الطب جامعة سهاج قسم الاشعاء كل الطب جامعة سهاج مستشفى سهاج التعليمي لجامعة اسيوت جامعة كذا منتدف في جامعة خارجية بعمل بحث في جامعة في دولة تاني وهكذا لازم البحث بتكتب ليه بعد كده الانتماء بتاعه بيكون فيه ممكن يكون دبل انا من جامعة سهاج لكن منتدف في جامعة كذا في اليابان في ايطاليا في اي بلد تاني فممكن بتكتب الدبل affiliation بتاع الاوثر بعد كده بيكون اساسي في البحث الابستراكت او المختصر بتاع البحث وده بيكون مختصر البحث ده عن ايه؟ بيشرح لكده في كم سطر قصة البحث ده عبارة عن ايه؟ وممكن اشارة ان الانتكتون هو بينتج الى ايه؟ او بيفيدني بيه؟ الابستراكت غالبا بيكون من 150 ل300 كلمة ممكن يختلف من مجلة الى اخرى لكن بيتراوح ما بين 150 ل300 كلمة بعد كده الكي ووردز الكي ووردز اللي هي الكلمات الافتتاحية بيكونوا غالبا من 3 الى 5 كلمات افتتاحية لما ابحث عن البحث ده او ادور عليه هو بينتمي الى ايه؟ بتكلم عن الاشاعة المقطعية في امراض الصدر في كذا بتكلم عن الاورام في كذا بتكلم عن العلاج الفلاني للمرض الفلاني والفحص الفلاني وهكذا ندخل لجوه الشيء هلقى ان اي بحث لازم يكون فيه انتروداكشن وهي المقدمة او المقدمة بتاعتي بتكون عبارة عن التمهيد للبحث بتاعي عبارة عن المقدمة الاولا بتكلم عن احجاني انواتوميا بتكلم عن ايه جزء اناتومي الاولا بتكلم عن مشكله طبية بتكلم عن البداي homage مقدمة ببعلا اصح ايه انا بعملها في السالة بتاعتي ايه ايه اني بعملها في البحث فهي لا تخرج عن كونها انتروداكشن او المقدمة الموضوع الى انا هقدم البحث بتاعي فيه ايه المقدمة بتختمه encontramos لازم يكون في نهاية رسالة البحث المختصر المفيد بتاع البحث بتاعي ايه فده بيكون الختام بتاع البحث اي بحث ايضا بيكون فيه لازم يكون فيه مراجع انا لما بكتب البحث بتاعي ده بكتبه وباخد المعلومات بتاعتي من مراجع انا كاتب منها فلازم يكون فيه فالستركشورز اللي احنا قلناها دي هي عبار على الستركشورز السابتة في اي بحث فيه استركشورز تاني بتكون موجودة في الابحاث زي زي الاموز الستادي، ماتيران الميسود، ريزلز، ديسكشن، ريكمنديشنز دي مش شرط تكون في كل الابحاث لكن بتكون فيه ابحاث كتير حسب نوعاتها زي ما هنتكلم مع بعض في الشرائح القادمة نوع الابحاث وحنتكلم عن types of research بطريقة مبسطة شوية أبسط من الطريقة التي تعرضها عن الميسودولوجي هما طبعاً ليهم الابرهاند في تأسيم الأبحاث وطريقة البحث العلمي وفي الطريقة العلمية لأبحاث لكن دعونا نقسمها كده من خلال نظرتنا لأبحاث بطريقة أبسط شوية types of research ممكن تكون review وهو المقال والreview ده ممكن يكون review كامل أو mini review أو letter to editor ده نوعية من الأبحاث اللي هي الأبحاث المقالية أو ممكن يكون case study case report تتضمن حالة أو حالتين حالات قليلة case study بأنواحها المختلفة بتاخد مجموعة من الحالات أو clinical trial بتتريل لدراج لتكنيك معين لدواء معين أو إنها عبارة عن meta analysis إن هي بتجمع مجموعة من الأبحاث بتخلطها مع بعض وتطلع بها بنتيجة موحدة أو يكون البحث بتاع questionnaire هو عبارة عن مجموعة أسئلة questionnaire بوزحها على مجموعة مستهدفة طلبة باحثين أطباء دكاترة قطاع يعني شريحة معينة وباخد الأوجبة بتاعتهم وبعمل لها analysis وبستخدمها هي أساس البحث بتاعي طيب تعالوا ناخد كل نوع واحدة واحدة ونفهم القصة دي ايه أولا ايه فايت نحن نفهم القصة دي لأن في بالنسبة لحضراتكم أو بالنسبة للزملاء النواب اللي هيمنحوا الماجستير إن شاء الله أو زملاء مدرسين مساعدين اللي بيمنحوا الدكتوراه أو أي باحث بيمنحوا الدكتوراه بيكون مطلوب الماجستير بيكون مطلوب منهم بحث واحد إن شروب بيكون من الرسالة بتاعتهم والدكتوراه بيكون مطلوب منهم بحثين بحث منهم غالبا بيكون review واحد بيكون عن الكيز بتاعت الاستادي إذن أنا مطلوب أفهم أنواع الأبحاث عشان أعرف نفسي أنا هعمل إيه أول نوعي من الأبحاث واعتبر نسبيا يعني أيصارها أو أبسطها هو review اللي هو البحث المقال في العينات اللي حضر حضرتكم هنا هي من واقع الأبحاث اللي الحمدلله اللي قمتي بيها وقدمتها فالبحث review مثلا ده كان من رسالة الدكتوراه بتاعتي كان موضوح عن يعني أنا خدت بحث review من الرسالة بتاعتي مختصر ال review بتاعها أنا بقدمه في شكل بحث طيب ال review ده إيه قصته ال review غالبا بيكون ما بيزيدش عن 3000 كلمة خد بالك إن المجلات بتحددلك إن ال abstract كم كلمة وإن البحث total كم كلمة وهكذا فال review المفروض بيكون على الأقل سوري 3000 كلمة لإن أقل من كده هنشوف مليا review letter to editor يعني بيكون في إحنا دخلنا على مليا review سوري ال review زي ما قلنا بيكون words بتاعتي مفتوح ناخدها خط وخطها أنا بكتب بعدد صفحات محدش بيحط limit عادي بعدد ثلاثة أربعة خمسة سبعة وتفر حسب البحث بتاعي ما بيتطلب وبحط فيه ال item زي احنا قلناها كلها العنوان authors affiliation abstract introduction conclusion في النهاية references الحاجات الرئيسية إزاي ال review بيكون في حاجة اسمها mini review وال mini review ده بيكون ما بيزيدش عن 300 كلمة أخد بالكم لكن review مفتوح عادة يعني لو عديت العدد ده يعني قدوا مرة مرتين وتفر مش مشكلة لكن اسمه mini review فهو ماكسيمالي معديش 3,000 words ومش بيكون فيه أكتر من 2 figures لذلك أنا لو هنشور بحث بتاعي هو بحث زغير مثلا 1500 أو 2000 كلمة وفيه فيجر واحد أو فيجرين فأنا بحطه في category mini review لكن لو أكبر من كده بنسميه review لكن هم متفقين في باج الأجزاء والitems اللي احنا تكلمنا عنها الكاتيجور الثالث من reviews هو letter to editor غالبا بيكون انت على شكل خطاب بتبعته للمحرر بتاع المجلة العلمية وبيتضمن فقارات ايتيمز أقل من اللي احنا قلناها في الأول وهي author طبعا ده أساسي affiliation الkeywords مش بيكون فيه introduction منفصلة وابستراكته هكذا لأغلب بيبدأ دير editor انت بتبعت للإدتور بتاع المجلة اليدتور ده اللي هو المحرر بتاع المجلة العلمية الموضوع كده في paragraph على بعضه بيكون فيه figure واحد أو table واحد فبيكون مختصر شوية هو نوع برضو من أنواع ال review دي الكاتيجور الأولى اللي هي الأبحاث المقالية ودي تعتبر صراحة من أشهر الأبحاث اللي انت ممكن تكتبها من أسهلها لأنها ببساطة بتبسك موضوع معين بتكمع معلومات عنه وبتعيد السياخته في شكل مقال review وبتبعته للمجلة العلمية ال review بتكون بالنسبة للترقيات عضاه التدريس مش بيعتد بيها بالنسبة لنا يعني في كل الطب لكن هي طبعا من قابل النشاط العلمي وبرضو بتحتسبلك لو أنت عاوزها علشان الإشراف على الرسائل علشان تحتسبلك كبحث للمنح للماجستير مثلا بس غالما يفضل أن يكون بحث الماجستير من صورب الرسالة كلها والكيزيس والنتائج بتاعتها لكن بالنسبة للإشراف على الرسائل للناس اللي مرحة الدكتوراه بينفع أنك تكون يعتد ببحث review ان انت نشرته علشان يتم تضمك لهيئة الإشراف طيب نلحل الكاتيجوري التانية من أنواع البحث العلمي وهي ال case research الأبحاث اللي بتعتمد على حالات ال case study أنا بدرس حالة أو أكثر من حالة أو مجموعة حالات وبقدم بيها بحث علمي دي نوعية تانية من الحلقة من الأبحاث طوالها ال case report ال case report إن أنا بقدم حالة واحدة بتكون غالبا مضمونها غريب أو حالة غريبة أو ندرة وبقدم بيها البحث بتاعي بتكون طبعا من title بيكون فيه ال author ال keywords ال introduction بيكون فيها ال presentation ال imaging finding لو كان فيها imaging لو فيه figures للحالة دي من biopsy حسب نوع البحث طبعا اللي أنا بشتغله وال discussion والconclusion وال references ده بتكون المكونات الرئيسية لبحث case report أنا باخد حالة معينة غريبة شوية دي كانت مثلا حالة لطفله صغير واقع على طوبة الطوبة دي رشقت في دماغه بشكل نتو شايفينه ده فنشرناها كcase report عن skull penetrating stone due to falling from height case report مثلا ده مثال قبل كده مثلا اشتغلنا بحث case report حالة واحدة ان احنا عملنا دبلر للعيان جوه العمليات ده تكنيك مش معتات فاتنشرت ال result ان case report قدرت تحدد ان مفيش injury للpatient أثناء العمليات والجراع الجراح كم العمليات بتاعته باطمئنان ان مفيش injury للمين فيزي للبرتالفين وهكذا فدي مثلا نشرناها كcase report وهكذا انت بتختار موضوع حالة يكون يعني نادر شوية غريب مش معتات شوية وبتنشره في شكل case report بالitems اللي احنا قولنا عليها واللي شايفينها قدامنا دي دي مثلا حالة تاني كانت حالة لشابة حصلها motorcar accident وحصل لها fracture وطبعا بيكون مشكلته انه فيه صعب شوية يمكن يوصل لثمانين في المية لكن كان رائعا استاذتنا في قسم العظام واستاذنا الدكتور رحمة بلونيس ان هي تستخدم جهاز منيرفا فكسيشن ده وتمشى عليه وفعلا يعني تم تأجيل الخيار للأوبريشن وماشت على conservative والحمد الله completely cured فده برضو يعتبر unusual فيتم نشرها برضو ككيز ريبوت الكيز study الكيز ريبوت بيكون حالة حالتين يعني ممكن يكون كده محدود يعني من الأول حالة حالتين ثلاثة حاجة محدودة لكن الكيز study بياخد جروب من الحالات وبمنطعة البساطة احنا مشان فيه تأسيمات طبعا كبيرة في الميستدولوجي وتأسيمات طبعا علمية معتبرة ولازم نكون فهمينها في الشغل بتاعنا لكن احنا هنا بنقسم في الأساسيات بتاع تفهم البحث الآن البحث اللي بيعتمد على حالات ممكن يكون ببساطة retrospective 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 يعني اهلا هاخد مجموعة حالات اتعملت بالفعل تم عمل فحص ليها دخلت المساشفة وخرجت ومتسجلة عندي وهعمل عليها الدرسة لكن perspective انا بدرس في الوقت الحالي مجموعة معينة من الحالات كل ما تجيلي بضيفها للدراسة بتاعتي يعني دراستي بدأت والحالات لساها مجاتش فده التأسيمة بسيطة للكيز الصادر اللي انا ممكن اعملها على الحالات بتاعتي يعني ده كان مثال كان بحث اعملناه عن epidemiological study of COVID-19 among health workers اتعمل على التقم العاملين في المستشفى بتاعتنا في وقت COVID-19 وكان مجموعة من اقسام مختلفة ده بيدينا النقطة مهمة انت بيقال على author او مؤلف البحث single author ده بتهم الزمله في الترقيات اكتر ان الترقية لما بترقى من مدرس لأساز مساعد بيكون في درجات مطلوبة للبحث فانت لما تبقى single author بتكون درجاته البحث ان شاء الله مقبوله في الدرجات كويسة بيكون الدرجات العليه اكبر كده يعني بتبسيط فلما بتكون انت الوحيد في وسط مجموعة يعني هنا في مجموعة من author من تخصصات مختلفة لكن مثلا انا كنت الوحيد من قسم الاشعة فده كده يعتبر في البحث ده single author طالما انت الوحيد من تخصصك وقسمك في البحث ده فانت بتحتسب single author ده مع الكلمة single author اما انت عامل البحث لوحدك او ان انت عامله وسط مجموعة من البحثين من تخصصات اخرى النوع اللي بعد كده من الابحاث هو meta analysis وهو من الابحاث القوية جدا لان هو بيكون عبارة عن انك بتجيب مجموعة من الابحاث في موضوع معين وبتخلطها كلها ببعضها وبتطلع بها بنتيجة واحدة من اول بحثين الى no upper limit من الابحاث مية متين الف بق على قد ما ربنا قدرك في ابحاث بيتك خدها وطلع ريزلت تاعتها وبتخلطها كلها مع بعض وتطلع بريزلت موحدة الميت analysis من الابحاث القوية جدا لانها يعني لما يكون فيه نسبة فالسس في بحث معين والبحث التاني اقوى وهكذا الخليط ده بيديني الناتج الحقيقي من البحث العلمي وبيكون تيجها قوية جدا لكن هي برضو عندنا مش بيعتدي بيها مثلا في ابحاث طرقيات لكن على مستوى البحث العلمي هي من الابحاث القوية جدا وبرضو من الحاجات اللي انت بتعملها انت متعملش study على case ولا على تجربة ولا على درج انت بتاخد الريزلت بتاعت الابحاث كلها في مجموع معين وبتخلطها مع بعض بحوز المجهود هو ده المجهود وتطلع منها بريزلت واحدة للمجموع والcollection لهذه الابحاث ننتقل للنقطة المهمة وهي article writing طب عرفنا انواع الابحاث عايزين نبدأ ان نكتب بحث انا عايز ابدأ اعمل البحث بتاعي من الماجستير اعمل ايه؟ الخطوة الاولى تحطها في بالك هي avoid beligerism trap اياك ومصيدة مش التسلل بقى لا مصيدة الاستلال ازاي؟ كان في الماضي كنا فاهمين ان البحث العلمي ان انا باخد paragraph copy paragraph based copy based من الرفرنس المختلفة وطبعا ده خطأ لان ده بيعتبر يعني سرقة او استلال العلمي الصح ان انا بقرأ البحث بتاعي كويس وانا بكتب اللي انا فهمته من كل باراجراف ومن كل قطعة وكل فقرة بيكون مسموح ممكن من 10-15% اللي اخد بكوب بيست ماشي لكن ما ينفعش اكتر من كده ما ينفعش البحث كله بعباره عن ازا انا بكتب البحث بتاعي بنفسي من اللي انا بفهمه وبطلع به من قراءة الرفرنس المختلفة اللي انا بستخدمها في البحث بتاعي ده رقم واحد رقم اتنين كتبت البحث بتاعي اكيد فيه طبعا جرامرز مش مزبوطة فيه اخطاء املائية فيه حاجات زي كده بعد ما خلصت الكتابة ببدأ اعمل جرامر تشيك جرامر تشيك ليه وسائل عديدة يعني احنا مش كلنا طبعا يعني ساذة في الجرامر طبعا يفضل يكون عندنا ان شاء الله مستوى قويس من اللغة ومن الجرامرز وهكذا لكن اكيد بيكون فيه اخطاء علمي اخطاء طبعا اللغوية اثناء الكتابة الملف ده اسمه المساعد في البحث القلمي كان اعده باحث شقيق من العراق الشقيقة الاستاذ علي براهيم الموساوي ان شاء الله ابعت لحضراتكم النسخة بتاعته وهو جمع فيه عدد كبير جدا من الادوات التدقيق اللغوي وادوات اعداعة الصياغة وادوات كشف الاستلال شوف نفسك البرجرز نسبته كان مكتر من سبعين ويب سايتهم جمعوا فيه الملف الجميل ده ده بعض اهم الويب سايتس المختلفة جمعتها لحضراتكم بالنسبة مثلا للجرامر تشيك انت بتفتح البرنامج وبتبدأ تحط البراجرافس المختلفة بتاعت البحث بتاعك وتبدأ تعمله تشيك وتصليح وتصلح البحث بتاعك بحيث يكون معدل ومكتوب بجرامر بطريقة صحيحة ثلاثة كتبت البحث بتاعي ورجعته جرامر قويس هبدأ اختار الجورنال اللي انا عاوز انشر فيه البحث بتاعي طيب على اي اساس الجورنس قد بتختلف اول حاجة من ناحية الرانكيج والإمباكت فاكتور بتاعها غالبا الجورنس تختلف الى رانكس درجات فيه Q1 اللي هي تعتبر مجلات القمة اللي البحث بتاعها لما بيقبل منك وبيونشور فيها دي حتى فيه لجانة التلقيات لا تقيم انت خلاص البحث بتاعك ده بيعدي وش خلاص اللي المجلات دي فوق مستوى التقييم Q2 و 3 و 4 وفيه خارج التصنيف ده بالنسبة للإمباكت فاكتور بتاعها اللي هو يعني يعتبر الثقل الى علم بتاعها رقم اثنين فيه جورنال بيكون متخصص في الأشعة في البطنة في القلب في السكر في كذا وفيه جورنال ميديكال انجينيرك هو ميديكال مفتوح زي مجلات الكليات مجلة طب سهاج مجلة طبعين وهكذا هي مجلة طبية لكن مش متخصصة في تقصص معين برضه ممكن تنقص المجلات على حسب cost of publishing فيه مجلات بتنشر فيها مجانا فري وفيه مجلات لها cost of publishing يعني ممكن يبدأ من يعني 20-30-50 دولار مثلا يعني ده المجلات الأجنبية ممكن بيوصل حد 1500-3000 دولار مثلا في مصر المجلات على حسب يعني ممكن 1500 جنيه 2000 جنيه وهكذا لكن فيه مجلات فري انت بتنشر فيها مجانا تماما والمجلات برضه ممكن تقاصم حسب time of publishing فيه مجلات بتنشر خلال أيام وغالبا بتكون لها رسوم وفيه مجلات ممكن تبعث البحث بتسعة والعشر شهور والسنة لحد ما يرد عليك هو خلاص بيقولك ان average time عشان publishing بيكون كذا فانت لما تكون عاوز تنشر بحث يعني خلاص الوقت زنق معاك وعاوز تترقى عاوز مجلة تكون بتنشر في field أو في وقت محدد ما ينفعش تبعثها المجلة بتنشر بعد السنة وتقول اه ما انا هنشر في دي علشان اترقى لأ ما انت ترقيتك متعطلة على حد سب نشر البيبر بتاعك لأ انا عايز البيبر بتاعك عشان ترقية وعايز درجة يبقى لازم ادور على المجلة لها رانكينج عالي عشان اخد درجة الترقية وهكذا فلذلك لازم اختار الجورنال انا هنشر فيه اعرف مواصفاته مش ابعت البحث بتاعي افاجأ ان المجلة بترد علي مبروك البحث بتاعك تقبل بس عليك 2000 دولار رسوم تبقى الاسف كده انت في ورطة تتكلم الاديتور انت عايز تبحث تسحب البحث بتاعك او تطلب منهم فاند او هكذا فلازم اعرف الكريتيريا بتاعت الجورنال الاول قبل ما افكر ابعت ليها البحث ده قائمة كده جمعتها لبعض من Free Medical Journals المشهورة المختلفة وفيه برضو ملف BDFB ممكن ابعته لخضراتكم تستعينوا به في اختيار المجلات الممكن يعني تعوزوا تنشروا فيها الابحاث بتاعتكم ده برضو هنا اسم الجورنال واللينك بتاعه وفيه اللي هو سعر النشر واغلبها اللي احنا نحطو لهم بتكون Without Charge المرحلة بعد كده اخترت المجلة وحددت المجلة اللي هابعت فيها البحث التاعي ان انا ابدأ اطبق The instructions of your journal كل مجلة علمية ليها instructions وليها تعليمات محددة التعليمات دي بتختلف على حسب اذا كان الابستراكت 150 كلمة الابستراكت 250 300 كلمة لا الفيجرز بتكون في اخر البحث الفيجرز في النص طريقة العرض بتكون عمودين طريقة العرض عمود واحد وهكذا فكل المجلة هو اه مجال البحث العلمي واحد لكن القالب بتاع المجلة بيختلف من المجلة الاخرى انا البحث بتاعي مكتوب وجاهز ماشي لكن لازم اطبق ال instructions تاعت الجورنال مبدئية عشان اقدر ابعته لها ويقبل ان هو يراجع عملية المراجعة غالبا بتكون blinded يعني blinded المجلة بتاخد البحث بتاعك من غير data من غير data الاثر اللي هو اللي بيراجع البحث مايعرفش مين اللي كاتبه مايعرفش هو ال affiliation بتاعه طبع جامعة ايه علشان تبقى المراجعة محيدة مفيش مثلا اه ان ده من بلد كذا او ان ده يعني فيه relation معينة وتفر تبقى عادلة بماع الاصحفة بتبقى blinded review فهو بيطلب منك نسخة من البحث بتاعك غالبا بتشيل الاسم بتاعك وال affiliation بتحطها في مكان لوحده او يعني بترفحها ك data في segment الوحده لكن مش في نص ال article او المقال اللي هيتبعت للمراجع الجوردان ممكن تكون متعلقة بالتمبلت بتاع جوردان زي ما قلنا عدد الكلمات الابستراكت الكونكلوجين كذا الائتمز المختلف هممكن لحد يقولك لا ضيفي الامجينج فايندينج لوحده ده لو جوردان اشعة لا لو جوردان مش اشعة ولكن لا حط الامجينج فايندينج كده وسطر اللاب والامجينج والريزلت والكينكال داتا الكونتنت المختلفة في الفيجرز البراجرافز بتختلف طريقة عرض الريفرنس بتختلف من مجلة الى اخرى وده بيودين الى النقطة التانية المهمة وهي اذا هكتب الريفرنس بتاعتي اللي هحطها في البحث بتاعي ده مثال لنفس البحث بنفس المؤلفين زي ما حالكم شايفين ده طريقة عرضه في مجلة وده طريقة عرضه في مجلة تاني طيب الاختلاف مع باللتنين ممكن انت تكتبه في المجلة دي المجلة اللي تقبل العرض ده في الريفرنس باتقبلش العرض ده والعكس طريقة كتبتي للريفرنس اللي انا بستعين بيها برضو بتختلف من مجلة لمجلة في مجلات بتطلب مني ان احط الرفرنس كارقام في اخر في الرفرنس بكتب بحس رقم واحد اثنين تلاتة اربعة وحط رقم الرفرنس في الليستة بتاعتي وفي مجلة بتطلب مني احط مختصر اسم الرفرنس زي كده طب ايه معنى كلمة اتال اتال يعني ان انا باخد الاسم الرئيسي الاول للبحث الرئيسي وكلمة اتال دي يعني واخرون لما بيكون في اتنين بحسين بكتب فلان عند فلان لكن لو بيكونوا تلاتة فاكتر انا بكتب الاساسي ايه تال يعني معناها مختصر واخرون طيب ازاي اكتب الرفرنس من بحس انا مستخدمه كمرجع في البحس بتاعي انا جايب ابحاث ومراجع بقراها وباخد منها المعلومات بتاعتي وزي ما قلنا مش كوبيبيست انا بقراها وبفهمها وبكتب المفيد اللي انا استفدته منها اخدها ازاي فيه كونتينت رئيسي لازم باخدها في الرفرنس بتاعشان اكتبه في المراجع اللي انا استخدمتها في البحس بتاعي اول حاجة الاوثر الاوثر او الاوثرز بعض المجلات بتاخد بتقولك تكتب تلاتة اوثر بس وتكتب اتال البعض بيقولك تكتب الحد ستة مثلا ده اختلاف من مجلة المجلة فانت بتقرى الانستركشنز بتاعت المجلة انت هتبعت لها وتكتب الرفرنس رح هذا الاساس رقم اتنين التايتل عنوان البحس ايه رقم تلاتة هو منشور في مجلة ايه بعد كده هو منشور في العدد الكام يعني ده الاختصار ده الجي ايكوهيل ده اللي هو جورنل اوف ايكولوجي اند هيلس اند انفارومنت الاصدار رقم تمانية العدد رقم اتنين من صفحة واحد وعشرين لصفحة خمسة وعشرين لسنة الفين وعشرين فبذلك بيطلع الرفرنس بالشكل ده يعني الرفرنس اهو كان شكله كده كمرجع انا اريت منه وده شكله علشان انا اورده في البحس التائم اما ان انا بكتب اسامي البحسين زي بحركم شايفين كده فلان فلان عند فلان ايتان او فلان عند فلان عند فلان لحد ستة عنوان البحس بنشور في المجلة الفلانية في العدد الفلاني رقم كذا من صفحة كذا لصفحة كذا سنة الفين وعشرين مثلا او ان في مجلات اخرى مثلا زي مجلة طب اينا لا بيقولك انا عايز بتاع الاوثر يعني هنا الاوثر انا كاتب اسمي احمد دكتور ابو دهب لا بيبقى ابو دهب اي ام مثلا وهكذا على باقي البحسين بعدهم تحط السنة الفين وعشرين بعد كده عنوان البحس بعد كده مجلة كذا العدد الفلاني من صفحة كذا الى صفحة كذا بسيطة وسهلة يعني انتو بس لما هتعملها مرة مرتين كده هتفهم الدين يا ماشي ازاي خد السلايد دي كنموذج ليا دي طريقة يراد البحس بيورد ازاي في المجلة الفلانية وده في المجلة الفلانية ده على اساس ايه؟ على اساس المجلة اللي انت هتبعت لها بحسك انت ممكن تبعت البحث للمجلة الفلانية برفرنس بالشكل ده خلاص متقابلش ابعتوا المجلة التاني بتكون عايزة الرفرنس بالشكل ده فبضطر حاول الابحاث بتاعتي الى الرفرنس بالشكل اللي هي طلباء المجلة بتاعتي اما الشكل ده او الشكل ده غالبا هو الاساسي طيب في النهاية ما هي cycle of publishing أنا دلوقتي كتبت البحث بتاعي وأنا طبقت التعليمات اللي حضرتك قلتها إيه اللي بيحصل بالضبط؟ أول خطوة أنا كتبت البحث بتاعي عملت له تشيك الجرامر والبليجريز خلاص كويس الجرامر مظبوط ومفيش فيه استلال وهبعته للجورنال معين فبطبق للجورنال الانستركشنز طبقت تعليمات المجلة الفلانية المجلة خلاص قبلة البحث مبدئياً بتقبل المجلة البحث ده للمراجعة بيراجعوا الريفيور أو أكثر من الريفيور في المجلة بترجع واحد اتنين ثلاثة حسب المجلة وبيكون القرار حاجة من ثلاثة إما أن هو يكون ارجقتت خلاص المجلة رفض أصلاً إن هو شكله مضمون للمقال بتاعي تنشر عندها خلاص هو كده بترفض فأنا برجع أشوف مجلة تاني مثلاً وأبدأ الدايرة دي من الأول أو أن هو بكتو أوثر إن فيه ماينور تشينجز هو الأوثر طلب مني إن أنا أعمر بعض التعديلات تغييرات بسيطة كده فأنا بعمل التغييرات دي وروح ببعته تاني للمجلة يتراجع اتراجع والمرة دي خلاص ممكن يرجعه تاني لحاجة تاني عاد أكثر مرة إنه يعني يتحصل فيه تغييراته وتبعته المجلة تاني ويتعمل فيه تغييراته وتبعته وهكذا أو إنه خلاص بي أكسبتن خلاصنا البحث بتاعي بي أكسبتن إنه هو جاهز قد النشر في الحالة دي بعض المجالات بيديني جواب قبول أو شهادة إن البحث بتاعي قبل والشهادة دي برضو بينفع إن أنا أقدم بيها في الترقيات إن البحث ده مقبول خلاص كده بينفع تقدم الشهادة دي وبنتظر لحد ما يكون بتاعتي بابلشت تبقى بابلشت ارتكيل خلاص نشرت في المجالة فيه ملحوظات مهمة جدا ما ينفعش أبعت بحث واحد لأكتر من مجالة في وقت واحد يعني أنا لما أبعت البحث بتاعي لازم أبعته المجالة واحدة بس واستبنى تبت في البحث بتاعي إما بالقبول أو إن أنا أراجع فيها حاجات أو إنها ريجيكتين قبل يبقى خلاص كده خلصت البحث ده ملك المجالة ما ينفعش أنا أشوف مكان تاني أو ريجيكتين لو خلاص أعطيتني ريجيكشن نهائي ممكن أبدأ أبعثه المجالة تاني لكن ما ينفعش أبعثه لاكتر من مجالة في وقت واحد بكده نكون خلصنا اتمنى تكونوا فهمته وكده ببساطة ان شاء الله الخطوة الاولى ازاي ابدأ ابدأ تب مقال طبي وزاي ابدأ انشر مقال بتاعي انشر على اي اساس وانشره فين وهكذا بنفكركم طبعا ان شاء الله ان الوركشوب لها سيرتيفيكيشن للحضور بنأكد لحضراتكم تأكيد الداة في الريجيستريشن عشان يطلع لحضراتكم الشهادات بإذننا ان شاء الله وبكده نكون خلصنا الوركشوب بتاعتنا وفي نهاية الوركشوب طبعا لا ننسى اننا في اليوم المتين من الحرب الغاشمة على اهل غزة من الجينوسايد والابادة الجماعية الحصة معهم لذلك اسمحوا لي ان انا ادعوكم للوقوف دقيقة حداد على روح الشهداء وعلى روح الاطفال والنساء والابطال في غزة اشتركوا في القناة شكرا لحضراتكم بكرر ترحب بيكم في موطمار دا وأرجو تكون استفادتم من الوركشوب الدكتور فادي هتفضل يجمع من حضراتكم الاسئلة مكتوبة وهنجاوب عليها ان شاء الله بإذن الله لحضراتكم على الاستفسارات وعلى الاسئلة بكرر شكر ليكم وترحيب بيكم وأهل وسلم بيكم شكر لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم